اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سخطو اللي بلادنا تتميز بالشمس على مدار برش ايامات من السنة نتصور فهمتوني على شنو نحكي نحكي على طاقات المتجددة بتدشين اول محطة عائمة لانتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية في تونس مش في تونس بركة في الجرق الاوسط وافريقيا واللي هي موجودة في منطقة اللاك تخواء في تونس العاصمة واللي تنتج ما يعادل استهلاك 130 عائلة والمحطة هذية تتمد على 2500 متر مربع وهذا في ايطار البرنامج الوطني للاستثمار في الطاقات المتجددة للفترة ما بين 2022 و2025 وزيدة حسب تصريح وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة انه انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء كانت عائمة مثبتة على الارض او من الطاقة الرياح هو تواجه الدولة التونسية للسنوات القادمة مع تحديد هدف وهو انتاج 35% من الكهرباء من هوني لأفين وثلاثين الحاجة الثانية ما زلنا احنا توافع العاصمة وخاصة في مدينة العلوم بتونس وين فاما معرض للبيئة وهو نتيجة لاتفاقية شراكة بين مدينة العلوم بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي وين بيش نلقاو مجسدات وتساميم دور حول موضوع البيئة وحماية البيئة وين بيش نفهموا أكثر اللي 5 ايخ كيف اللي حكينا عليهم أول مرة مع لم يتلول معنا سي سامي وبما أنو طاوة عطلة يعني فرصة بيش تمشيوا للمعرف هذية اللي يبقى حتى نهار 22 جويلية طاوة بيش نهزكم للمهدية وخاصة منطقة الجيش وين صار مهرجين للبيئة تحت شعار فالوريزازيون دو الليكونامي سيركولار في إطار مشروع رست أرت وكليما وين لجون بروموتور قدموا مشاريحهم ووريوا شنو الامباكت بوزيتيف سوغ الانفيرونمون لقال الحقيقة استحسين كبير وتنظيم كان محترم جدا ومعظم الأنشطاء كانت حلقة نقاش حول التلوث البحري تقديم المبادرات لكلها مبادرات تدور حول إيكو جوغابل وزيدة عرض فيلم سينمائي وبعد يكا قاموا بنقاش الفيلم هذا ونخطمه على الصعيد المحلي بخبار مايفرحش برشا هو الحقيقة مايفرحش جملة من يجينا من وليت بيجا وهو أنه هذي تسمي أنا سميتها الحقيقة موسم حرائق الغابات إبداء مالوغوزمان أنا طاوة جوب خصيز اللي أنا مش نحكي عالغابات أما راه وزيدة ما ننسيوش اللي في الأسبوع الفارتة فمو برشا حرائق خاصة على حقول القمح وهذا كزيدة موضوع ماهوش يعني نيقليجابل دونك الحريق هذي يمتد على 156 هكتار من الغابات اللي تربط بين مجازل بيبوكبلات والغابات هذي معروفة بأشجار أستانوبر ودودخو فيجيتاسيون اللي معروفة بيها المنطقة هذي الحريق كان كبير وسيطر عليه كانت لحقيقة صعيبة برشا بداي نهارت لحد وميناجمو يسيطر عليه كان نهارت لثنين لعشاية ذو مش نفهمو أحنا اللي اللي بالرسم يراهو الحريق هذي حاجة كبيرة على الأخر واخسرنا برشا حاجات سوختو يعني سوغلو بلان إيكولوجيك وهذا المتسبب فيه ارتفاع درجات الحرارة الحرارة ما كانش في تونس بركة ما له غزمو زادة كانت في الجزائر الشقيقة اللي زادة عارفت برشا حرائق الأسابيع اللي فارت وقايدوا يعني برشا خسائر اجتماعية اقتصادية وبيئية وخاصة اللي هنا ولينا نحكيه على خسائر بشارية فمثلاثة وفايات عادل دونك ربي يرحمهم والنتيجة كانت الحرائق اللي هي موجودة على طول السنة اللي موجودة في المصابات الفضالات دونك عامل الرياح وارتفاع درجات الحرارة هما زادة أجروا الوضع وخلاوة الحرائق تزيد تمتد أكثر كيف زادة نرقوا الحرائق في جزيرة قبرص قبرص زادة عارفت حرائق البريود اللي فاتت امتدت على ألف الهكتارات وسيطرة كانت شبه مستحيلة ومع حسن الحظ لعبة الأمتار دور كبير في إخماية هذه الحرائق هذا ما بالنسبة لجمع هذا نشكرك نشكرك أحليم على الدورة هذه في الأكتواليتي كالعادة من الأول بالأكتواليتي البوزيتيف صرحت معك شوية لكن للأسف في الأخر فقط على الحقيقة والغياليتي معنا الغياليتي اللي قاعدين اليوم نعيشوا فيها خاصة كما قلت أنت مع موسم الحرائق اللي اليوم قاعدين نواجهوا فيه اللي قاعد يهدد في البيئة وهدد في البيو ويهدد خاصة في أمننا الغذائي نتصور إشراك عندك زد ما تقول في الأكتواليتي زد أنت نحن نضيف حاجة صغيرة عدل في الأكتواليتي اللي هو سار الورد أربن فورام في كاتوبيتشي في بولونيا من ستة وعشرين إلى الثلاثين جواء والفورام هذي يصير ما نشير اللي هو يصير كل عامين يصير كل مرة في بلايد أو الورد أربن فورام صار في نايروبي في كينيا في ألفين وثنين ومن بعد قاعد يصير كل مرة في بلايد الفورام هذي شنو دورو يجتمع فيه دول والمجتمع المدني اللي بايور دوفون والسكتور بخيفي الناس المداخلين الكل بشي تنيقصوا المشاكل اللي عندهم معليقة بالمدن الاشكاليات اللي يتتعلق بتغيرت المناخية بامتداد المدن ولكل ومن بعد نحاولوا يتنيقصوا يلقوا حلول نشكر لك الشراق محليك من تي وإحلي نديما كمبليمنتر كيما الهديف تاني من المستدامة دونك بالاخر ديما نخرجوا بنفس الفكرة ونفس الفيزيون كل عادة من الاكتواليتي نمشيوا للسؤال اللي هو يكون انطور دو تابل بالنسبة لليوم اللي هي بش نخليها في الاخر تجاوبنا شنية تعني لكم التانية المستدامة في كلمتي بش نعطي لك اش تعني لك اش تعرف عليها دونك نمدى بيك كل عادة احلام تفضل ديشنيشون نتفكرها وقت تقريتها هو الاستغلاء الاستغلاء الرشيد للثروات الطبيعية يعني في الجيل متعتوى ونحافظ على ثروات هذوم للأجيال القادمة واضح نمشيوا مع اشراق انا زيدة حسب ما قديت ننذكر اللي التطور الاقتصادي والكل بين الفشل المتعو فدول والاشخاص تقابلوا وحاولوا كيفاش يعملوا كونسيلياشون بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وشننغيروا التوجه متانا بحاثوا انو نستعملوا ثروات اللي عنا نحافظوا على البيئة وفي نفس الواقت وفي نفس الواقعي لا تقفش اوتونومي يتكون اوتونوم معنى هال الحاجات مواضح محمد نمشو تابك مع هيفا سديري باش تعطينا هي اش يعني لها التنمية المستدامة اش تعني لك روحينا يدهولي سيئة كل جا يتقال كل جا يتقال نون التنمية المستدامة سي كابغافو لجماع الكل بصراحة تبركال عليهم ديرون دير فيت فيما يتعلق بالتنمية المستدامة اما في جملتين نجم نقول اللي هي تلبيت حاجات الاجيال الحالية دون تفريط في حقوق الاجيال القادمة زادة كما قالت اشراق تنمية خبيعين لاعتبار البعد الاجتماعي والبعد البيئي مع البعد الاقتصادي اللي هو الاقتصاد الكلاسيكي اللي تطورت به البشرية من نجم نقوله ثورة الاصطناعية الى حدرية وهذا بش نعرف فيه اكثر من بعد معاك في الانتريبيو بش نعرفه اكثر على التنمية المستدامة الدول زادة نعرفو وقت اللي نحكيو على الاجندات متاع الفين وثلاثين زادة نعرفو تاريخ شوية الاهدف التنمية المستدامة ودور الشباب في التنمية المستدامة من السؤال متاعنا متاع العادة نمشيو الشفخ دو جوخ دون كل يوم الشفخ بشيكون شوية مش شوية بارشا اللي هو بزيتيف العدد مش ديما يلزم يكون انشوكا ولا يعطينا الحاجة الخائبة من لزا دي نجم 380 مليون شنين نجم يكون العدد هذي سأسرحو شوية بمخاكم حاجة بيه ايه 380 مليون أنا نجم أقول 380 مليون دينار هو قيمة مشروع يستجيب لأهداف التنمية المستدامة أو المستدامة واضح ممكن لك الكلمة اشراق انا خممت في نفس الحاجة اما بعملة مو غير اخممت انتي على صعيد العالمي مو المحلي 380 مليون دولار كيف كيف اليوم واجه المشاريع تتعلق بتعزيز تحقيق اهداف التنمية المستدامة واضح مو حمد شنين نجم يكون لك 380 مليون 380 مليون دينار هما هما هم بجي بشي في الديبلوبمان دورابل في دي بروجي ايكو رسپنس في تونس بالنسبة لأي سأدي مو المحلي كلكم عندكم في المجالات. يعني اليوم كان نخدم على الاهداف الثانية المستدامة نرجمه نوفره ونحقه 380 مليون موطن شغل على صعيد العالمي. لهو هذي اعداد مهم يسر وهذا يحسب لفورام ايكونوميك ديفوس. دونك اليوم نحكيو انه ممكن لزيكونوميست مفجوعين من وقت دي نحكيو على الايكونومي فاخت او الا الايكونومي دوراب يقول لك ليه اذي بش يعرق لنا الاقتصاد. بالعكس تماما انه اليوم وقت اللي نحكيو على الاقتصاد اللي يحترم البيئة واللي يقرح سيب البيئة في نفس الوقت زيدي ينجم. وحسب زيدي اذي الاعداد والاحصائيات انه يوفر مواطن شغل يعني بش يخدم زيدي بطريقة مباشرة وغير مباشرة الاقتصاد. كان هيدا معاكم عادل عزوني في شيفخ دي جوخ واليوم كما فهمت ونتصور من السؤال من العدد من اللي حكيناه من الول انه بش نحكيو على التانيمة المستدامة والاهداف التانيمة المستدامة اللي اليوم وينتم اعتماد في سنة 2015 خطة التانيمة المستدامة لعام 2030 انه اليوم نحكيو الدول اتفقت انه من 2015 الالفين وثلاثين بش يخدمو على الاهداف التانيمة المستدامة واللي نحكيو على اهداف فرعية يوصل عدده حتى المية وتسعة وستين اه هدف. اه كما قلنا زيدي اكتم تبنيها في سبتمبر الفين وخمستاش في قمة النجم نقولو عليها قمة تاريخية للأمام المتحدة ودخلت اه حيز التنفيذ في واحد جنفي الفين وستاش. اه على الرغم من انه الاهداف هذي ما هيش ملزمة قانونيا ولكن زيدي نحكيو على انجاجمان مغال اه متاع اه دول هذوما اللي هي اه اكثر منها دعوة للعمل من اجل تعزيز حماية الارض وزيدي تكون مصدر للنمو اه وتكون زيدي نحكيو على المساويت ما بين اه الجنسين لذلك بعد الموزيكا بش نرجع في اكثر تفاصيل مع ضيفتنا اللي هي هايفس ديري ناشطة بالمجتمع المدني وزيدة رئيسة بارنامز از دي جي كامب تونيزيا بش نحكيو اكثر على الخطة متاع الاهداف التنمية المستدامة بش نحكيو على دور الشباب في التنمية المستدامة وهذا الكل البعض الفاصل متاع الموزيكا هذا واخدوا اسمع فينا على مسك 106.9 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي زيدة ورجعنا لكم في ايكو فرندلي على مسك 106.9 نجمو زيدة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي البرنامج اللي يتناول كل مواضيع اللي تتعلق بالبيئة واليوم ما موضوعنا حول التنمية المستدامة ووين بش نعرفو اكثر معلومات واكثر نفهمو المصطلح هذا اللي تسمى نوعا ما جديد دونك معانا هيفا سديري ناشطة بالمجتمع المدني ومديرة اولا رئيسة ان شاء الله تولي مديرة نمك مديرة برنامج اسدي جي كام تونيزيا دونك كنتعرفو عليك اكثر هيفا سديري عسلام عادل عسلام الناس الكل يأتيكم صحة على الاستضافة دونك انا هيفا سديري نعشطة بالمجتمع المدني مدلك نعمل 16 سنة رئيسة برنامج اسدي جي كام تونيزيا اللي هو يعنى بنشر الواعي على الهدف هدف تنمية المستدامة التي نحكيو عليهم بعد اكثر في فيئة الشباب خصوصا وزيدا نحكيو على هيفا سديري وهي زرق في العالم المنزلية السنة قال بي بي سي 2019 حكا قالو حكا قالو وانا افخور بك بارشا وان شاء الله تولي برني لمدارة دونك كنا نفهم معاك اكثر مستلحة المستدامة جون فيكم مولود عام الف وتعامية واثنين وتسعين الاشراك عام ثين وتسعين مع معنا سميد داتايخ أي معيو مع غيو تولت أول مرة التنمية المستدامة والسكويند أستعملت أوفيسيلاً كانت في الكونفيرانس متاع الانفيرونمون والدولوبمان اللي صارت في ريو دي جينيرو في البرزيل من وقتها العالم اكتشف أنه نحن في أزمة وقد بلغ سيلو ولابد أن نلقاو حل مشاكل نعيش فيها لخاطر ما عادش معقول دونك بشوي 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 بدينا نخمو فينا نحطو ديز أجندة بش نحلو مشاكلنا الأجندة اللي قديمة شوية هي برنامج الألفية نعاش من سمعتو بي سمعتو بي قبل اللي نحكيو فيها على ثمانية أهداف ثمانية أهداف افكتف ما دونك البرنامج ديت حتى من عام الفين حتى تكشيل عام الفين وخمستاش النقطة اللي زي ما نقولوا عليها أنه هالاتفاقيات هذي الكل واللمات والجادرينج والجو اللي قاعد يصير ع تنمية المستدامة بيان سيغ بريعات الأمم المتحدة دونك من عام الفين الف وتعامين ثانين وتسعين إلى يوم الناسي هذا ونحن ندزه في الكورة بشوية 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 بش نوصل نلقاء حلول البشرية عملناها لاجونادة ولانية هذية اللي كانت من عام الفين حتى العام الفين وخمستاش اللي فيها ثمانية أهداف طورنا شوية من الانجازات النجمون قولوا اللي عملتها البشرية نهن نقصنا الفقر بخمسين بالمية الفقر المطقة نحكيوها اوهض الفقران جنيغال هذية من عام الفين عام الفين وخمستاش إلا أنو لاجوندا كانت نقصة برشة حاجات من أهم الحاجات اللي يقولوا اللي هي ناقصة اللي كانت تعنى أكهو بالبلدان العالم النامي دونك يجيوا قولك من عاش انت في كينيا ولا في نيجيريا ولا في تونس عندك مشاكل دونك هنا نحن الرجل الأبيض وبلدان العالم المتقدم باش نحالوا نحلولك مشاكلك إلا أنه عامل فيه 2015 اكتشفنا أنه الأزمة مجاو تتعمق أنه المشاكل عمرها ما كانت في العالم النامي كهو ولكن أيضا في العالم المتقدم اكتشفنا زي دا اللي فهمها من مصطلح اللي هو الجندرة نتع كل شيء يجب أن يكون مينستريم يجب أن يمس الأهداف اللي نخدم عليها لكل فرد وقت واكتشفنا اللي يجبنا ناخده حاجة اسمه systems thinking وإلا التفكير المنظومي في كيف نحطه لزرجون دا من نوع هذي خطر ما يجيش نقوله باش نخدمه على اكس ومانش باش نخدمه على ايجراج إذا ايجراج مربوطين في بعضها من هنا بالاكتشافات الجهنمية هذي اللي خطيت لنا برشا برشا عوين باش نوصلو لها خلطنا عام 2015 قلنا تاوي سيدك يا بني سيدك برا نجربو حاجة اخرى الحاجة جديدة اللي باش نجربوها هي اجوندا اسمه اجوندا 20-30 اللي فيها 17 هدف 17 هدف هذي يمسوا كيما قلنا قبل الاقتصاد أما يمسوا زيادة البيئة ويمسوا فرد وقت الوضعية الاجتماعية نتعلى عباد و17 هدف هذوما 193 بلاد قروا انهم يحاولوا يخلطوا لهم بحلول عام 2030 منهم تونس ونحكيه زيادة انه الاهداف هذوما اللي كانوا 8 بعد وليه 17 زيادة هذو مربوط انه بكبر المشاكل والتحديات انه اكتشفوا ممكن زيادة انه 8 اهداف هذو كانوا تخيل الميتاء بارابور لتشالانج اللي دي فيما وشو الدين زيادة ممكن هيفا نحكيه انه 17 هدف هذوما كيما قلت انتي مربوطين ببعضهم يعني اليوم وقتالي نحكيه على اقتصاد نحكيه على بيئة نحكيه على مساوات والكل هم عندهم نفس الفيزيون اللي في الاخر نحقوا السلام للأرض هذي اللي نشوفيها الاكتشاف الكبير انه ما تنجمش تخدم على الفقر مغير ما تخدم على الجوة مغير ما تخدم على التعليم مغير ما تخدم على الصحة ما تنجمش مهيش مهيش اوبسيون دونك هذي هذي اللي اكتشفناه انه فريمان فما سيستام وسيستام داخل بعضه انتانجل بطريقة متعليز من نحطه حاجة واضحة وحاجة تمس بعضها دونك اللاجونده منيش نحكيه على نقطة واحد نقطة ثمين نقطة ثلاثة نقطة أربع نحكيه على لاجونده انتغري في شكل منظومة المنظومة هذي يفيا 17 هدف وتحت كل هدف تلقى تارجت سمتاعه وتارجت سبيدهم مربوطين بأهدف أخرى دونك ومرتعقيد معقدة لدرجة ما يس بالضبط متعقدين ولكن في نفس الوقت انهم في النخر عندهم عندهم نفس برشة أهدف لكن في النخر عندهم بنفس الهدف عندهم نفس الوبجكتيف وذلك عايش نعايطولهم ذلك عايش نحكيه عالتفكير المنظومي فينا المان على خاسر السيستام بش نجمو نحكيه على السيستام يجب فينا المان عندك نفس الغاية الكبرى ويلزم عندك دز Install ce System اللي هوم نحكيه نحنا على 17 هدف ويلزم السيستام اذيك يكون في وسط دز عاللي وين تونس من التنين المستدين خاصة اليوم هذي مصطلح جديد علينا ونحكيو فيه برشا لكن وين تونس سوى في سياستها سوى في اليوم اسكو احنا كدولة اتطبق في التنمية المستدامة في سياستها وإلا في مختلف مجالاتها هايفا شو اتطبق في التنمية المستدامة كبير شوية السؤال اما نجم نقول لك اللي نحن ثانين في الخيبين كانت حب ماتها كتونس ان دومي لزنان في ظهولي تم الاتفاق على انها ثاني بلاد خلطت انها تحقق هدفتان من المستدامة في القرى الافريقية تحكيو بعد شكو منعاش بصراحة نسيت للولانية اما تونس هي الثانية ساسي سور بعد نعرفو زيدة اللي تونس قعدة عام 2019 وعادت عام 2021 قدمت للنسان زونية في نيويورك قدمت لهم حاجة اسمها national volunteer report دونك كان rapport volunteer national هي حبت انها توضح معناها فين خلطت في تحقيق الاهداف هذه volunteerment دونك الوزارة اللي تعانى بالتنسيق في المسألة هذه هي وزارة التنمية دونك قاعدين يحاولوا ساسي سور فما تقدم هل تقدم ذاك نشوفو فيه بالعين مجردة وإلا لي صعيبية سنتصور يحبنا شوي عوي انه مهم ياسر نفهمو منك انه فما 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 فم المحاولة معناتها كي تتخل حتى تاوليانيس تنجم تشوف تونس فين خلطت في كل اوبجيكتيف تختال اوبجيكتيف وتنجم تشوف معناتها بدا تاف شو قاعدين نعملوا في نصنة وكننا نفهم منك أكثر زي ده هيفا في البروسيس متع الاجندة هذية سواء في الألفينية اللولة ولا اليوم نحكي على ألفين وثلاثين هل يصير يعني مراقبة كل عام للدول أنه قاعدة تخدم على الأهداف الثانية المستدامة؟ كيفيش يصير هذا بالضبط؟ كما قلت أنت من الأول ستنقاج ممورال معتما عندك حتى سلطة دولية نجم تجيب السيف تقولك وانوصلت في الوضع إذا كعليش نحن نشيد وقت لدولة كما تونس تعمل غابور ولنتيخ ما عندها خطر في برشة خدمة في برشة تلويج على الداتا نحن نعرفه لساعات ما تلقاهم مش مع التنقيب بش نجم تخلط تلقى الحاجتك بهم وبالتالي محاولة طيبة وتشكر في تونس إذا نقوله بدين عام 2016 دونك عام 2019 عمنا أول غابور عام 2021 عمنا ثاني غابور دونك قاعدين تقريبا كل عامين نقدم في حاجة للمجتمع المدني الدولي والمحلي والمواطنين زي دا بش نجموا يتابعوا ويشوفوا وينوصلنا ونمشيو اليوم تويكا معاك للشباب خاصة نحن اليوم أهم حاجة تعنينا ديما نحكيو على الشباب والأجيال القادمة كنا نفهمه أكثر نشوف معك دور الشباب يعني الكمبينيزان التاني من المستدامة والشباب متاكن الشباب أنا نمن بحاجة نمن اللي أحسن أبروتش لهي bottom up لهي top down يلزم الباطم up والtop down يكونوا مع بعضهم في تونس فما عدد لا بأس به متعدة جون كيسون تنجاجي واللي يحبوا يدزو الكورة القدام واللي يحبوا يوصلوا يحقوها أهدفة من المستدامة طريقة من الطرق اللي نجمو يشيركو فيها هي الستي جي كامس دونك الستي جي كامس اللي هو برنامج فيه مخيمات ابتكار اجتماعي تصير في الاربع وعشرين ولاية من جمهورية تونسية يجيو فيها شباب من الاربع وعشرين ولاية إذا ما عندهم حتى باكراوند في التنمية المستدامة مش لازم المهم يجيو هوما يكونوا يحبوا يتعلموا يجربوا حاجة جديدة نستعملوا دمتود دينوفاسيون كما مثلا دزاين تينكين كما سيستم سينكين كما نحكي لكم عليه كما البيهيفور الانسايد في وسط الكون هذي يخرجوا بأفكار وحسب طبيعة الفكرة يدخلوا في تراك دا اكمبانيومان يأما اكمبانيومان تخبخناريال إذا الفكرة أبوت لكراتيف اكمبانيومان متاع كوميونيتي بروجيكت إذا فكرة أبوت نون لكراتيف وإذا يحبوا يعملوا بلايدوائي تكور فمعنا تراك متاع بلايدوائي وزدنا غيساما تراك متاع انفلوانسرز لجميع متاع تيك توك والانستغرام شكيكا ما نكونوش نحن زدام ذرحيني سلق دمنا دونك هذي طريقة من الطرق اللي نجمو يخدمو بيها على الستيجيز قاعد نشوف زد غيساما الحق متاع ربي كيسووا لبروغرام دانكوباسيون ولا داكسليغاشون في تونس ولا حتى لزاسوسييازون الكبار كيما يسيك كيما جيسيي كلهم قاعدين يعملوا في الانتيغراشون بتاع هذي الاهداف السبعتاش في وصلي بروغرام متاعهم كل عام دونك المجتمع المدني في تونس والشابيب في تونس قاعدين يحاولوا يديزل قدام ولكن لازم يشوفوا نتصور سمال وينز من الدولة بش يعرفوا المجهودات اللي قاعدين يحطوا فيها من عام 2015 الى يوم الناسي هذا قاعدة تؤدي لحاجة معينة سيناو راهو مهما تنجم تعمل الموتيفاسيون تصيح لعبة التتعب ونحنا يذهلي في وقت في تونس والينا نحب ونشوفوا الغزولتان مع توقاية نشوفوا الغزولتان واضح معاك هيفا اللي قلتو الكل يوم زيدا نحكيو على اس دي جي كامب اللي تاويكا فصلتنا اللي هو يوفر اه اه او بورتونيته ده اكمبانيومن دسويفي للشباب هذو ما وحتى انو ينجم يوفر لهم بعديكا حتى نجم نحكيو على مواطن شغل بطريقة مباشرة او غير مباشرة يحذرهم يعني التاني المستدامة اليوم في نفس الوقت هي اه 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 جديد اللي هو بش اه اه يحافظ على البيئة يوفر المساويت لكن زيدا في نفس الوقت يخلق اه اه مواطن شغل شغل وفرص اه للشباب اه نمشيو كان هكا مع احليم الشراق ولا محمد كان عندهم كومانتير هيفا عندك ما تقول اي خاضر اقبل ما ينمشيو لله نقطة اخرى جست حبيت نقول اللي خاتر حكينا شوي زيد على الاقتصاد الكلاسيكي وعلى الالتغناتيف اللي قاعدين يجيو في العالم فما تيرغي جميلة جدا انراها على الاقل اسما دورنت ايكوناميكس اللي هي اه تخلقت في اوكسفورد ان دميل دوز والفكرة الكلها مبنية على اننا نلقاو تيوري ايكوناميك الالتغناتيف تستفيد من مفهوم التنمية المستدامة وتكون انتغري فيها دونك الفكرة الكل كما الدونات اللي يناكلوها الصباح نعاشينا يكلوها الامريكين الصباح نحن يدهو الافطيرة عنها دونك كما الافطيرة اللي بالعسل تقول لك الفكرة انه الاقتصاد الكل يجب ان يكون في وسط الافطيرة هذيك اللي ثاني متاع الدونات والافطيرة هو الافطيرة هو الفوندسون سوسيال بمعنى انك يجبك ديما توفر قوميات الحياة للمواطنين متاعك والفوقاني بالكل متاع الايكونامي يجب يكون الايكولوجيكال سيلنك بمعنى انك عمرك ما يجبك تفوت ما تعطيك الطبيعة وتحافظ على الحقوق الاجئة القادمة الكواسانس ايكوناميك والشاية ديما الكل يجي في الوسط كل ما جيش في الوسط مش لازم منه فما بلدين كما امستردام مثلا كما دنمارك قاعدين يخذوا بعين الاعتبار التيوغي هذيه وقاعدين يطبقوا فيها حاليا از بي طوك في بلدينه دونك وقاية تيد هوليزة تونس بلغوا صوص اللي عنها نشوفو شنية لازالتغنتيف لنجمو نطبقوها في الاقتصاد البطني والمحلي بش ان شاء الله كان سهل ربي نقربه شوية لتحقيق الاهداف هذيه 17 عام 2030 شكرا هذيه على الحاصلة هذي في جملة في في انا اكزامل ملموس يعني هذيه ممكن ندقل كل مسؤولين كلوا افتيرة السباح وخموا في الاقتصاد يعني تبقوا افتيرة في الاقتصاد اما شكر ما قدو عطا اقل شكر به لصحة به في نفس الوقت والليوم مهم ياسر اللي حكيته هايفا نحكيه كما قلت انتي على فما فولانتي اما بخطاء يعني بطيئة جدا اليوم كما قلت انتي نحكيه على تونس ثاني بلاد انه حقت نوعا ما شوية اهدف تاني المستدامة اليوم زيد مهم ياسر انه نحكيه على مجتمع مدني متجند من اجل التانية المستدامة بالحق انا اكثر حاجة فرحان بها في تونس اللي عنا ديما مجتمع مدني قوي مجتمع يخدم مجتمع مدني ديما حاضر في كل النقاط الفرقة للبلاد هذي ومهم ياسر انه زيد يكون فما تواصل وفما خدمة مبين المجتمع المدني بين الدولة وبين زيد المؤسسات لاخرين الدولة كو سواء لسكتور بيبليك ومعنى الكل مع بعضهم صنع دي بوان ومعنى دي بوان فوق انه بشي يوفرنا التاني من المستدامة نمشي مع اشراك حاسيتك تحب تقول حاجة اول حاجة يعطيك صحة هايفة على المعلومات القايمة اللي قدمتهم لنا وها طريق تقديم زيدا الشايقة منتك نحن نسأل على ال SDG كابس قادش عدد شابيب الي مسر من يبجيت والطواء واذا كان فما برسانتاج للجن انستواج لفضل والحاق السوئلة الثانية يتعلق بل اذا كان فما ديكزمبل تعلز ايدي اللي خرجتو بيهم ال SDG كابس واتحقوا كونكريتما سوئل ولاني قد يتعلق بقادش ملسينا من عباد وقد فعلنا في أفضل نام 2016 هل سيجي كامس ہوا خطوة الإشتراكات por senمو who is working with a program of the nation's unies المتحدث في الأشخاص القدمة والاسترول إلى استردار من وقتها إلى اليوم النسي هدا خلطنا المسينا 4500 النيوان 24وديا 40% منهم شيء هدو منر الكثير Theيان النيوان بحالك المقالي تتخبرنا عني وكانت نعمق بحالك لا يوجد نعمق بحالك أما يعطيك صحة على الفكرة خاطر يظهر اللي سي امبورتان السؤيل الثاني هو الأكزامل دي زي دي اللي خرجوا وتحقوا فما سيف ناس من عاشكين سمعت بيها اللي هي أبليكاسيون تتلهاي بالخدمة أساسا على الودي دي سنك اللي هو جندر جندر ايكواليتي والفكرة كانت إنه في تليفونك تحبت أبليكاسيون تحط فيها الكنتاكت دي أرجنس متاعك وكيف تبدأ متنقل مثلا في تونس ولا في المغرب زي دفزوز موجودين بالترانسبورت بيبليك إذا تحس روحك في اختار تنجم تنزل فيلسة ووتوماتيكما الكنتاكت دي أرجنس متاعك يسمع بالحكاية وتنجم زي دا عندك الكنتاكت عن طالب بوليسية وعندك الكنتاكت متاع سبيتار دونك هذي فكرة من الأفكار اللي موجودة الفنداتخي سمتاحها هي سلمة بالحسين وحاليا شي ووركس اي وان ويمن في نيويورك نحكي وزي دا على نذكر أنا معاك شوية خاطر كنت من الناس اللي خدمت على أس دي جي كام تونيزة زي نذكر محاك أستادوكس متاع حسين عبيدة اللي خدمت على أنه تبسط أنه كانت أبليكاسون موبيل اللي تلقى فيها كل كل الوراق مثلاً كان بيش طلع بطاق تعريف ولا بيش طلع باسبور ولا بيش طلع أي دوكيمون أوفيسيال تدخل الأبليكاسون هذي تلقى كل الوراق اللي طالبينهم وطلقى أنهم الجهات المختصة اللي يجبك تمشيلهم دوك كانوا نذكر فما كانوا مشاريع يعني فكرات فما بيوكاروس زي دا تخدم على كيفش أفكار فكرات أفكار زيت المستعمل زي دا يوالي يوالي واحد متع محروقات أميني نذكرها فما دي بروجي وموجودين الكل على ستجي كامس دوت أورج كنت حبو تنجم تختارو بالولاية وتشوف شنو ما اللي بخوجي اللي خرج هنا أمزادا ممكن يتابعوا الويبسايت هذي بش أنه يلقى وقت اللي فورس ولا يلقى وقتش أنه البرنامج هذي يرجى خطنت صاوز هذا في الكوفيد وقف شوية دونك مهم يسر أنه يتابعوا البرنامج هذي نمشيوا مع أحليم عندها متقول إذا فهو سؤالهما الحاجة اللولة كي نحكيو على الدفلوبمان دوغابل يلزين لنعرفوا إلي مافاميش ونديفنشون جوريديك تاو الدفلوبمان دوغابل التاوى قاعدين نعتمدو في التعريف اللي بدينيه بستوك هول معام 72 واللي يعني والا أوضحوا مع ريو عام 72 ديما كي نحكيو على الدفلوبمان دوغابل ديما نحكيو على تخوى قموزانت مافاميش يعني قموزانت خير من الأخرى اللي هي القموزانت إيكولوجيك القموزانت صوشيال وثيرثة إيكناميك وي نحكيو على الدفلوبمان ديما جي في بنكن الإيكناميك هاو ولكن فاما تاوى ديديفنشون جدود يجيو القموزانت رابع اللي هي القموزانت كولتغال دنك نحب نعرف يعني عاليش فاما بولدين تعتمد يعني القموزانت هذي رابع وعاليش بولدين أخرا ما تعتمد يعني مهيش قاريتالها حسب هذا السؤال اللي السؤال الثاني حبيت نسألك على تونس بيه احنا نعرفو اللي تاوى ولينا نحكيو على سبعتاش هدف تنمية مستدامة أو مستدامة ديما خطر ما فراقش مابينيتهم سمحني تونس شنو الهدف خطر حاجة صعيبة ان كنتي باش تهتم بالسبعتاش هدف شنو ما الهدف اللي تونس مركز عليهم أكثر بيه دونك السؤال اللي 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 هو يتعلق يطولي بالقموزانت كولتغال I would personally think الحقم تعربي ليسا دي بوم التقدم بتاع البلدين إلى أي درجة يحص رواحهم في نقطة في تاريخهم تخليهم يزيدوا نوعا ما الكمفوزانت هذي نجم نرجع لك بمثال آخر بشكام نفسال لك مثلا الفطيرة اللي كنا نحكيو عليها نتفكر اينا دخلت في نقاش حاد نوعا ما مع عبيدة كبير مني شوية وقالوا من النقاط اللي جابوها اللي وما نحس وارجومات مهم جدا اللي البلدين هذي جيتها بيغيود في تاريخها اعتمدت فقط لك خوصص ايكونوميك طلعت الوين هي توا بش تنجم تخول الروحة بش تاخو بعين الاعتبار السوسيال والإكولوجي والكل شغال دونك مثلا في حالة كيما تونس نتصور انه فهم برشا خدمة إذا ما تتخدمه بش نعرفوا كيفيش بليه وصوص اللي عنا بليه فهمة من غير ما نخلقوا اضطرابات أخرى نجمو نعملوا حاجة تشبه لهذا المشكلة بالحق اللي هو أغلبية اللي تفغيلي قاعدين ناخذوا فيهم بغشوتين لدرجة الماء وناخذوهم بعد ما تم تقديمهم الغرب نوعا الماء وبعد نقولوا بون هذي كيفيش نجمو نعملوها في تونس اخيو نحنا عنا متاعنا بالحق اللي من قبل شغطوا في المسألة هذية في الإكولوجي عنا حاجات نعملو فيها من قبل يزمها ترجع يزمنا نشوفوا نحنا الارث الموروث متاعنا شنوه ونحاولوا لمخاخ اللي عنا ندزوها بشتال قادرة هيا دي سوليسون باللي موجودة دونك هذي النقطة الأولانية نرأي الشخصية النقطة الثانية كانت تتعلق بي بأهداف التنمية المستدامة في تونس شنوه الأهداف اللي مهام ركزة عليهم دونك أنا أدعوك انك تشوف لغاپورة دومازوز اللي قتلك عليهم لخرجوان دميل دزناف و دميل فانتين على خاطر كل مرة تونس تبدل تختار اللي بخيوريتين متاحة حسب الأولوية دونك هايفا و على طريق هذي خاصة المبسطة صرت لنا شوية مصطلح تانية المستدامة دور الشباب في هيدا الفرص اللي توفرهم تانية المستدامة مزيلت اشراك عندها ما ما تقول انا بشندي بحاجة ساغلونا عالدخرة علي قلته هاي فتاوها بغاپور لغاپور بولانتيغ اللي تقدموا تونس هو البلاد كتام الحاجة خايبة احنا ندو بها كتام الحاجة بيه نشكرها اهي لكني ما تشكرها في الغاپور بولانتيغ هذيه وقت ههم يحضروا فيه مع الآفور مع الصعوبة كيفش بنورطو لزيادة لزيادة ونتنبقوهم وانادوب ان ابروش تانسفرسال والكل وقت هاي ايزان ادبتوا ادبتوا ان ابروش پارتسيباتيو وشاركوا منظمات المجتمع المدني مع الوزارات والكل وخدموا دي اتواليه قسموا لزيادة سلان لزيادة وشاركوهم في 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 مهم يسر انو كما قلت انتي إشرا وقتلي تكون زيادة فما حاجة به انو نشاجعوها ونحكيو عليها انو زيادة نواصلو في انو نخدمو حاجات كما نحيذا الغابور انو كون دي ما فما ابديت بالنسبة لل حديف التانيم المستديمة وزيادة يكون زيادة عنا اكسي عن الانفرماتيو انو شوفوا الغابور هذي تاويكا بعد ما كاملنا الانفرماتيو مع هيفا اللي مزلت بطبيعة قاعدة معانا بش نزيدو نحكيو ونثريو الحيوار هذي نمشيو تاويكا مع محمد تميمي كل عادة في ايكو او دونز اللي بشي خرجنا من الستوديو هذي ونمشيو نصرحو لبرة معاه ليكل كلمة محمد عصلي ما عدل عصلي من الناس الكل اليوم نمش نمشيو الى جاندوبة بش نحكيو على على الانفرماتيو تنزيل الفن لحظر ملولا او حدود بين تونس والزير فما البحارة البحارة هذو ما翼 نمشيو نعملوا نمشيو اللحظر وكي ما نعرفو الصياد اليوم مربوط يسر باللافونت متاع الحوت وقت اللي نحنا ماشيين وقعد ينقص برش الحوت من البحر دونك الاكتيفيتات هذية تخلي البحار ما يعيشش كان من المصيد خاطر في البريود اللي فيها الحوت قعد يبيض وقعد يخلق في ايكو سيستيم جديد يخلي البحار يعيش من الفيزيت هذو ما دونك كيكا نربحو بحار قاعد يدخل في فلوس من حاجة جديدة يعلم العباد ايكتيفيتات جديدة خاطر المصيد زادة سيتون كولتور اللي لزم يتعلموها العباد دونك ينجم منها يعمل فيزيت انتابلوها سافيرج مزيينة الفيزيتور ينفع واحد ودجيها ويتعلم حاجة جديدة نشكرك محمد على الدورة هذي وكالعادة للكونسبت اللي تشاركهم معنا ومع اللي زادة تغمتنا في علاقة بالانسان مع الطبيعة ومع البيئة مهم ياسر انه ديما نقربوا ونفهموا المواطن العادي انه كيفية يجب تكون عالقتوا بالبيئة انه في كل مرة نذكروا انه هو ممكن يتفرهد في في الطبيعة لكن زادة في نفس الوقت مهم ياسر انه يحترمها ويستحفظ عليها وهكا نكونوا كملنا الفقرة ثانية من ايكو فراندلي وبش نمشيوا في فاصل في الموزيكا ونرجعوا بعد في ايكو فراندلي على مسك 106.9 موعدكم الاصبائي وتنجموا زادة تابغونا على موقع التواصل الاجتماعي ورجعنا لكم في ايكو فراندلي على مسك 106.9 تنجموا زادة تلقاونا على مواقع التواصل الاجتماعي وزادة تلقاوهم بعض الحلقة كل البودكاست على يوتيوب متاع الغاديو وطويكا كل عادة زادة نمشيوا مع اشراق في ربريك ايكوجست اللي بش تعطينا نصائح وديزاتيتود برابور للبيئة للك الكلمة اشراق مرسي بكو عادل عائشك اليوم في الايكوجست مشكلة عادة بش نحكي وعادة الجيست صغار ميسي بلوتو دي روكمونداشون حاجة دوغ دغو جنرال خاتر مبعد في الحلقات الجيين الاهديف التنمية المستديمة والتنمية المستديمة في حد زيتها هي حاجة شيملة وكبيرة الي في الحلقات القادمة بش نتناولوها بالهدف بالهدف وقالها بالتام بالتام دانك اليوم بش تكون دور دور جنرال كيفش بش نحقو ان دوفلوب من دوراب ميزوسي انكلوزيف معنيتها تنمية مستديمة وتكون في نفس الوقت شيملة تشمل الناس الكل بمختلف الخلفية تمتاحهم الوضعية تمتاحهم الاجتماعية اذا كانت تهشة وقالها جيدة كيفش الناس هيدوما الكل نجمو نحقو تنمية مستديمة مثل الناس الكل اول حاجة ظهرت لي انه بالنسبة للشبيب اذا كانت نحكيه ع تحقيق تنمية مستديمة لازمنا اول حاجة نخمو في دراسة المشاكل اللي تتعلق بعض دوف مشاركة الشبيب وإلا عدم وجودهم في اخذ القرار وإلا في المشاريع اللي تتعلق بتنمية مستديمة اذا كانت تعرفوا على العوائق والمسبت اللي يخليوهم ما يشركوش وقتها النجمو نخطو القديم ونعالجو الأسباب والعوائق لعدم مشاركة الشبيب خاصة فيما يتعلق بالأسباب الترجع مثلا للخلفية بالنسبة للجندرة وإلا للفقر وإلا للبطالة وإلا اللي كان عندو سوايبق مثلا مسجون والكل هذوما أسباب نجمو يخليوها ما يشاركش ويخليوها إكاغتي إكسكلم السوسيتي وهذي دورنا أن ندرسوا أسباب العوزوف هذوما بشنخطو القديم النقطة الثانية هي تتعلق بالاستثمار في التربية البيئية والتنمية المستديمة إذا كان احنا عرفنا الأسباب من بعد نعلموه إذا كان يتعلم ويتلقى تربية بيئية يتعلم من خلالها شنوية التنمية المستديمة شنوية المكونات المتاحة شنوية الأهداف المتاحة وقتها ينجم يبني القديم وهو بيدو يولي ينخرطو يتعلم ويكون إنسان واعي أو إيكوستيطيان وهذي كيفش يصير؟ يصير من خلال الدورة التكوينية من خلال تعزيز وتطوير المهارات المتاحة من خلال الـ SDG كامس كما مع هيفا وهذه اللي خليه هو يتعلم لزوتي نساسار والديسبوزيتيف اللي خليه ينجم يكون فاعل من بعد النقطة الثالثة تتعلق بوضع مشاريع وخطط عمل وقيعية خاطر الشباب من الأول يعطيك وذنه يسمعك بش تعلمو التربية البيئية بش تعلمو الإزابيسي متع تنمية المستديمة أما إليه بلان دينيرجي عندو باشا انيرجي عندو باشا موتيفاشن وانجاجمون إذا كنت تخليه باشا في النظري راهو بشي فدو يقلق بيخاليك هذيك عليش لازم نتعديو الوضع مشاريع وخطط عمل وقيعية وهوني وقت اللي يكون هو انجاجي في خطط عمل وقيعية وقتها بش يكون موتيفي أكثر وانجاجي أكثر ويحس بقيمته كشخص فاعل في أخذ القرار ونعطيوها مهام اللي هو يكونوا أفكار وهو والأفكار يوصلوهم مع بعضهم كشباب بش حقه أهداف التنمية المستديمة اللي يكون دجا تكونت عندهم فكرة على شنو المكونات متاحة والكل من بعد ما نحطوا مشاريع وخطط عمل نتعديو للترويج للحلول البيئية وهوني نحكيو عالي بيست براكتسيز اللي هما المشاريع معنى تسير بلدوية وكمنيوكاشن على أهم الانجازات اللي عاملوهم ووقتها يحس بالفالوغيزاشن للزدي متاعو ووقتها يحس روحو فاعل ويخلي هذيك عنده اناجي بش يكمل القديم ويواصل في نفس النسق هذيك هذي يبنسبل الدولة المستمع المدني المنحين دوليين وغيرو بلنسبة للدولة، الدولة من الأمور والمتقارة والمتقارة الأفضل، من الأمور والمعارض والمجراء والموخصة البلدية في فضرة التي يساعد الوطن أن يعرف التقوم بشكل قليلاً الوطن، من خلال الانتغراثون في البوليتيك ببليك اللي لازم يكون أقوى ومن خلال حتى الليلواء والكونستوطوشون ونتمنى إنو الكونستوطوشون جديدة البشتارات داع الاستفتاء تيخوا بعين الاعتبار على الأقل مكتسباتنا اللي كينو موجودين في دستور جام في 2014 ونبنيو عليهم وإذا كين ما نبنيوش عليهم نخاليوهم هم على الأقل نشكرك إشراك على كل هالتوصيات وبالحق نتمنى إنو تاويكا قاعدين يسمعوا فيك كل المسؤولين ولا صنيع القرار ولا حتى الأولياء كي أي حد معني وقاعد إلي بخونات هايكا تاويكا بش إنو يطبق هذو من الحاجات الكل وبالنسبة حتى للدستور هذا مهم وليزم بش نرجعون نحكيه أكثر على الدستور في الفولي متع البيئة شنية اللي مزال شنية اللي قعد شنية اللي تنحى قدمنا وإلا وإلا ليه من خلال التشريعات في المجال البيئي نمشي الهايفا كان هي زيدة من عرش عندك توصية أو ليه نرجع ملذيفها مع أشراك خاصة أنت من الناس اللي مهتمة ياسر بالتنمية المستدامة حتى كان ما عندكش مثيلش لا أنا نحب نشيد علي قالت له أشراك الكل ونرجع نأكد زيد على الكونستيوشان جي على خاطر بالحق مهمة جدا للأجيال القادمة دونك نتمنى أنه بش تقعد كنهية بش تطول شوية دونك ماذا بينا اللي نحب عليه لكلنا القوة فيها وتكون راقية بما يكفي ترتقي لتمنيات الشعب والخدمة اللي خدمناها في العشرة السنين اللي فيتوا بصراحة واضح وأكيد هذا مهم ياسر وكل عادة في آخر الحلقة القديمة من إيكوفران اللي ختموها مسك نمشيوا معا أحلين في إيكو آرت من تتقاسم معنا فيلم واللكتاب من اختيارها حول البيئة المرة هذي يزيد فيلم وإنا كل مرة نحاول اللي نلقى لكم فيلم يتميشى مع تيماتيك اللي نحكيو فيها في الحصة متعنا دونك المرة هذي يجو بروبوز ان فيلم فرانسي اسمه دمان شوي اخر تتعرفوا عليش اسمه دمان للمخرج هو الحقيقة مش مخرج واحد هما زو سيتان كوبل سيغيل ديان وميلاني لوران دونك الفكرة متع الفيلم هذي بديت وقت ميلاني كنت انسانت كنت ديما تعيش في حالة اكتئاب وديما تتسائل حول مستقبل ومصير ولدها في العالم المهدد بالتغيرات المناخية بالتلاوث في كل مجالاته في الديغراداشون دولا بيو ديفرسيتي وفيما مخاطر اخرى دونك من هنا يجيت الفكرة متع الفيلم هذي لو جغوب دوت خفاي متكون من اربع اشخاص هما في الحقيقة اربع اصحاب للقاس المشتركة اللي مبينيتهم انهم لكلهم حايدين على مصير البشرية خاصة بعد مقرأة اللي اون ايتوت تنشرت على الانترنت تقول اللي ثلث البشرية من هوني الالفين ومية الفين ومية دونك مستتبعيبة مهددة مهددة بالاختفاء وسبب شنوه هو ارتفاع درجات الحرارة دونك تصوير متاع الفيلم هذي دوما كان في عشرة بلدين من قرارات مختلفة وين بيش يقوموا بديز انتغذيو مع ناس مهتمة بشأن البيئي وإلا ناس تمرز في انشطاء عندها علاقة ديغاكت وإلا انديغاكت بالبيئة كيف الفلاحة، الطاقة، التعليم، الديموقراطية ومجالات اخرى وين يحاولوا يفهمونا شنوه اهم الاسباب اللي وصلتنا للحالة حسبهم هما الحالة الكارثية انا نحكي دي مع الفيلم منيش نعطي فيه رأيي الشخصي اللي عايشين فيها اليوم وشنوه ما اهم الطرق والوسائل الموجودة لحل هذه الازمات البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي تعاني منها كل بلدين العالم مفاميش يعني بلد استثنائي وهذا الكل من اجل حماية الثروات الطبيعية للاجيال اللي تعيشتوا وكذلك للاجيال القادمة ومن هنا يجي اسم فيلم دومان دومان هو فيلم الأصبع هذا ونتمنى لكم فرجة طيبة نحكيه هذا على دومان الانتغنسيوني مش غدوى تونسي اللي Snecor دولك نشكرك احناヒلكم كالعادة تهربين في في فيلم والاكول مرى مرى كتاب مرا دестиاني مي نشكرك علي سوب اختاج انتغيسسان ووليت عندي كال Wizk كامشا أفلامing متناني نتفرج فيهم ودعوة هذي لكل الأولياء ودعوة كالكل الأوليات بالأفلام هذم كان ينجموا حد واحد مثلا مع صغارهم ونكونوا هكا وصلنا الآخر حلقتنا في إيكو فرندلي الموعد الأسبوعي اللي يكون كل نهار تحدم 11 نص نهار ونتناولوا فيه كل المواضيع اللي تهم البيئة على مسك 106.9 زيدت نجموا تتبعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتنجموا زيدت تلقاوا البودكاست على شين يوتيوب متع الغاديو هذي كلمة الختام لك أحلام إشراق محمد كان عندكم ما تقولوا ونمشيون بعديك الكلمة الختام مع ضيفتنا هيفا سديل هنا كلمة الختام لما مساج متعجم على الفيتة متنسيوش الميل اللي قطاتس والكليب والعصافر حاجة أخرى طوى الدنيا ولا تسهون وهنا نشوفه في درجة الحرارة مرتفعة على الأخر دونك ردوا بيلكم على رواحكم ونحب نتمنى التوفيق لجماعة اللي تعدي في الكنترول في الباك عاشك تفضل إشراق هنا كلمة الختام تتعلق بأهداف تنمية المستدامة اللي بنسبة لي نحب نتمنى التوفيق لجماعة ونتصور ونعتقد إنه هاي فرصة بش ننقضوا ما يمكن إنقاضهم من الإنسانية وخاصة الناس اللي وضعيتهم مسعيبة ولي لازمنا ناس الكل انقاموا في نسائل الأولاد الضغال اللي نستوى عشان دان دي كاب وغيرو ولي يلزمنا امموبيلز لازفاغ متاع الناس الكل بش ننوصلوا لأهداف هايزوما نمشو للمحمد في كلمة ختام حلقتنا هنا كلمتي للناس اللي ماشي بش تعمل تفرهيدة في بحر توا في الصيف كما تقرح سيبك ويجتهز برشة حاجات بالشيخ بيها ما روحك ميكلة بنينا كورجاي أقرح سيبك ويجتهز ساك بوبيل زايدة بش تلمي الحاجات اللي هزيتهم انتي والوساخ اللي تلقاه في البحر خلينا ننطفو البحورات متاعنا ونعمو ناس الكل في بلايس نظاف هاي فالك كلمة الختام زادا كفترة توجيه متاع الباك زيدي نقول للناس حاولوا توجهوا لأي دومين اللي هي على لانفرنمون لنا بالحق يسر مستحقين ناس تخدم على لانفرنمون دي 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 سبير مستحقين ناس أكثر دافع على القضاية هذه زيدي نحب نفكر فما جمعية البروتكسون ديزانيمو اللي هما عندهم ملجأ في شيرة سيدي ثيبت اليوم الملجأ هذي الملجأ هذي يضم متين قطوس ومتين كلب هذوهم مشيرة لكن في نفس الوقت الملجأ هذي يعاني من صعوبات مالية دوك نحاولو نهتمو ونحاولو نساعدو ونساهمو الجمعيات كما هذوما كان معاكم عادل عزوني وميكرو في إيكوفرندلي ملتقانا جمعة جاية وشاية طيبة شكرا